المصري لو سمحت أكتور أنا 33 سنة وعندي إحساس بسدة في الظور والصدر ساعات يتسبب في الغط ومرارة في الحلق وجفاف وكت عاملة منذار هي واحدة ستة هو كاتب محمود الحصري عاملة منذار معدة سنة 2009 الغطة كان إفرازها عالي وعايزة أعرف الخن قديم من إيه سؤال جميل جدا اللي هي واحد يحس إن هنا مخنوق أو بق مر يلا نجيب كتاب الأمراض البطنة اللي احنا بنذاكر منه ونقرأ منه تغيير طعم الفم باب تغيير طعم الفم هنلاقي أن مرارة الفم أحد أسباب تغيير طعم المرارة أقول لك هنحس بق مر نفسي بحت ما تقوليش بق أنا عندي مرارة وحسف المرارة وبقي مرة عشان عندي مرارة ما تقوليش أنا الصفرة عالية وكبد تعبان وبقي مرة كده لا إطلاق نفسي بق مرارة الحل وتبقى نفسية بعد فنحطها كلها حاجة واحدة الخنة اللي فوق كتير جدا تبقى نفسية الضغطة كتير جدا جدا تبقى نفسية فالحالة عايزة دكتور أماء شكلها كده وعمل منظار لو كان في حاجة قالوا لك إيه اللي يلخبطني إيه اللي ممكن يلخبطني في حالة زي دي فتق الحجاب الحاجز فتق الحجاب الحاجز قد يعمل شرقة تشرق وقد يعمل نهجان ويعمل حموضة ويعمل الحاجات اللي بتقوليها ولكن فتق الحجاب الحاجز أنت قلتي عملة منظار بيتشخص بالمنظار بسهولة شديدة جدا وبيبان فحقيقة بتاع المنظار كان أقلك لكن المنظر ده يا محمود المصري أو إذا كنت باعت عن حد ده منظر مريض نفسي الضغطة مرارة بق الخنة دي 44 سنة عرضة سن بتاع أمراض نفسية يعني ما هوش سنة بعيد يعني